الدورة الثانية للمجلس الوطني للإسكان تتميز بتقديم خارطة طريق شاملة للنهوض بقطاع السكن والتعمير هذا اللقاء يشهد مشاركة وازنة لمختلف القطاعات الحكومية والمقاولات والهيئات المهنية مداخلات المشاركين ركزت على مسألة تقديم الاقتراحات لإنعاش قطاع السكن وإعطاء دفعة قوية لبرامج محاربة السكن غير لائق بعد واحد المسلسل ديال التشاور ديال الورشات ديال التفكير ديال اللقاءات مع الخبراء والمهنيين والمتدخلين بواحد العداد ديال الأفكار الاهدف منها كيفاش لعطر واحد الدفعة والنهوض بدء القطاع أولا بتوفير السكن المناسب الميصار بالنسبة للمختلف الشرائح ديال المواطنين استخراج لعبرة من البرامج العمومية اللي كانت مقبل هذه من جهة من جهة أخرى السؤال يمطره كيفاش لعطر واحد النجاعة أقوى الواحد العداد ديال البرامج ديال محاربة السكن غير اللائق كمدن الصفير كالأحياء ناقصة ديال الجهيز كالمبني للسقوط الحكومة المغربية تضع مقاربات وبرامج دعم للنهوض بقطاع الإسكان والتعمير والتهدف هذه البرامج إلى تقديم عرض سكني يستجيب لحاجيات جميع الشرائح اجتماعية بالإضافة إلى وضع آليات تمكن من تجويد مناخل استثمار في مجال العقار مقاربة حكومية تتماشى مع التوجهات العامة لتفعيل الجهوية المتقدمة بمختلف أبعادها تحديات كثيرة يعرفها قطاع الإسكان في مقدمتها النمو الديمغرافي المتزايد بالإضافة إلى سبول مواكبة الضغط المتزايد على السكن في المجال الحضاري تحديات يحاول المجلس الوطني لإسكان مواجهتها من خلال تقديم اقتراحات للتنمية قطاع السكن والبناء والإنعاش العقاري ترجمة نانسي قنقر